اي حد في الدنيا حاول يعلمني اي حاجة من فضلك دعني اعبث عشان انا بفكر وانا بعبث وبعبث الديت اللي هي به واعبث مش حاجة تاني لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنا سهلا بكم في حلقة خاصة جديدة من فيلم جامد وعضو جديد في فقرة الحصاد بتاعة نهاية كل عام اللي بالنسبة لي انا ممكن تمتد لبداية العام التالي من حلقات فيلم جامد وهي حلقة افضل مسلسلات في عام 2021 اللي ترددت كتير قبل ما عملها لاني ما كنتش متأكد اني شفت عشر مسلسلات في 2021 ولكن الناس اللي في البث بتاعنا على نيمو قالوا لي تعالى نجرب كده ونشوف الدنيا ممكن تمشي ولا لأ وانا سمعت كلامهم وبتدينا الرحلة عشان نتفاجئ ان احنا عندنا عدد محترم مش عدد كبير قوي ولكن عدد محترم فبعكس حلقة افضل افلام الحلقة اللي هتشوفوها دلوقتي دي اتحصلت في البث والناس اللي كانت حضرة معنا ساعدوني كتير جدا في اني اتذكر المسلسلات اللي شفتها ولكن الرأي والترتيب بتاعي انا بالكامل الاختيارات كان فيها بعض المفاجآت بعض الصدمات بس في النهاية انا راضي عنها بالكامل ويلا بينا نشوف الدنيا مشيت ازاي تعالوا نروح للقناة ونجيبها من بابها عشان نفتكر ايه المسلسلات اللي عملنا لها عندنا وان دافيجن معنا وخلوه هنا عندنا بعد كده وان دافيجن تاني بدأ في عشرين وخلص في واحد وعشرين لأ حنعتبر ان هو مش بتعسن وبيني وبينك هو كده كده عموما مش مفوض يخش معنا ترايبز اوف يوروبا ترايبز اوف يوروبا معنا وان دافيجن از اميني سيريز لغاية لما نبقى نعرف اخر الكتبة دي ايه ترايبز اوف يوروبا سيزن وان دافيجن ان دا وينتر سولجير معنا المسلسل القصير دا فالكن ان دا وينتر سولجير انا عندي احساس الموالا دي مش هخفيه عنكم يعني ان مارو في استوان حيطلع افضل مسلسل السنادي ان هو دا اللي حيكسب رقم واحد فده اول مسلسل معنا حدخله مصنف فمار حبتدي مش حبتدي على طول من رقم واحد تعالوا نبتدي برضو بنظرية الافرج هنحطه رقم خمس بعد كده في لوبا لوبا يعني لو دخل اتمنى ان انا اكون شايف 11 مسلسل السنادي يعني مجرد لما تأكد من ان انا شايف 11 مسلسل السنادي لوبا حيطلع بره مكسر الدنيا لوبا دا دا بيرفكت لص شريف معرفش ماله دا جريت معرفش مين 97% المسلسل الذي يشكك الانسان في قدعاته لكزا دوت بابل الموسم الاخير على بعضه بجزئينه هنعتبرهم حاجة واحدة صح؟ يعني لو عممنا النظرية داية ان ما فيش حاجة اسمها جزء من موسم يبقى تاكن تايتن مش معنا هدخلوا برضو برا التصنيف في الوقت الحالي الموسم الخامس على بعضه مش موضع سكويد جيم سكويد جيم هدخل جوا التصنيف بس انا عايز اقول لكم على المفاجأة سكويد جيم مش ضروري يكون مسلسلي الكوري المفضل السنة دي اصلا وبعدان انا دلوقتي مطالب ان انا اقرر اذا كان بعد مير اوف ايستاون ولا قبل مير اوف ايستاون وده في حد ذاته قرار صعب في الوقت الحالي حصنفه بعد مير امش قبل مير عشان نفتكر مع بعض بس دي لحتك انت يا دوت صح؟ يعني رأيك انت يعني اقبل النقاش فيه لان انا نفسي هحطار وححتاج الارجمينتس بتاعتكم في بعض التصنيفات وفي بعض الامور ولكن القرار قرار انه في النهاية انا ما بعملش فول اركين عندي حييجي مش نهائي بكل تأكيد مش نهائي ولكن قبل مير لانه بالنسبة لي قبل سكويد جيم هصنفه رقم سبعة بس عشان التصنيف يبقى سهل لكن انا مش متأكد انه حيفضل في المكان ده احنا في هذه النقطة بالتحديد عندنا اربعة جوه التصنيف وخمسة برا التصنيف يعني فضل لنا مسلسل كمان ويبقى عندنا قيمة كل تأكيد فيه مسلسل كمان على الأقل فاحنا عندنا قيمة وعندنا مستبعدين احنا اتفرجنا يا جدعي حلوة والله يا ولا كنت حاسس ان انا اتفرجت على عشر مسلسلات حنلجأ بقى المرة دي لاختيار غير معتاد ما عملناهوش المرة اللي فاتت لما جينا انا اتكلم في الأفلام وهو اني مش محتاجة ادور في مصادر اخرى اولا انا محتاج انتوا لاتفكروني تيد لاسو لوكي لعبة نيوتن واو ترو ستوري دا ويتشر تفرجنا لحاجة كتيرة طب واحدة واحدة بقى واحدة واحدة والنا بقى الله يبارك لكم واحدة واحدة تيد لاسو هندخلوا جوه الايمة يا انتوا دا نايت بتاع الطيارة ده سيزن تو لأ مش شرط بس هو محسوب على ايه محسوب على اتنين وعشرين ولا واحدة وعشرين دا ويتشر هنبدأه من الايمة الشرفية مبدأي لان الموضوع كبر مننا لعبة نيوتن اه هو المسلسل العربي الوحيد اللي شفت اللي يوصلنا فعارف ان السنة كان فيها شوية حاجات تانية محترمة اللي هي الانتاجات القصيرة اللي تعرضت على شاهد ولتعرضت على القنوات المختلفة واتمنى ان السنة دي تكون من بتاعتي اني قد لها حقها الحاجات ديت لان انا سمعت ان فيها حاجات كتيرة كويسة جدا ايه كمان ايه كمان فكروني بتقولتوا حاجة تانية وقعت مني زيرو ياس يا ابني ما تجيب بوستر كويس يا ابني خلالها نخلص يا ابني ما تتعبني يا ابني باسي يا حبيبي باسي انت دنايت مش هخش لأي مخالص مش عايز تدخله حتى اي مشرفية انا افتريت على فكرة مسلسلاتي كترت واخلاقي بزت مدرسة الروابي لا يا ريس احنا بنصنف مسلسلات مش عيلا بسامنا القرار النهائي بتاع كوبراكاي ديسمبر واحد وعشرين نا ما هتحسبش يا دو دي اتوز ريليس ديسمبر تيرتي فرست ليه مش معانا شيت يبقى معانا انا فورساة كانت افتكرت ان احنا في اتنين وعشرين انا 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 توهد يبقى معانا ديسمبر واحد وعشرين ديسمبر واحد وثلاثين سنة 2021 يبقى معانا انا الثانية اللي هو نظام لقيته واحد وعشرين فقلت يبقى مش معانا يا جماعة احنا في اتنين وعشرين دلوقتي انت متخيل كمية الهياس اللي انا وصلت لها احلى حاجة فيه اخر حلقتين لموسم ده ها حد عاوز يفتكر حاجة تانية ولا خلاص كده ليبقى اول واحد نستبعده كده واحنا قاعدين بسم الله ما شاء الله عندنا خمسة جوه الايمة وعندنا شوية برا الايمة ما شاء الله علينا شوفنا مزلسلات وبتاعه وعاوزين نستبعد مش اسوأ سيزن تو ولكن بكل تأكيد مش على مستوى الموسم الاول وبما ان اختياراتنا واسعة وربنا موسعها علينا هيتم استبعده زيرو حصبر عليه سيكا لعبة نيوتن حصبر عليه سيكا لوكي حصبر عليه سيكا من تحت درسي مش مقتنع قوي طب احنا كده حنصبر على كل حاجة سيكا هنعمل ايه في الاخر يعني انا عديت شوية على عدد من الموسمات مسلسلات بالنسبة لي احسن من Falcon and the Winter Soldier فبكل تأكيد The Falcon is out مش وده برضو مش معناه انه كان مسلسل وحش او مسم اول وحش مع مارفل عمش هتقدر تغمض عينيك ما تعرفش ازا كنا جوا ولا برا ولا ايه بالزبط فحنستبعد بعد كده عندنا حصبر عليه سيكا حصبر عليه شوية ممكن يدخل اصلا نرجع تاني الموسم الاخير طيب انا شايف ان ده موعد خروج سعيد انه هو خلص مكنتش اسوأ نهاية ممكنة لوكي يستهل يكون في القائمة تحب استبع دولك دلوقتي حالا انتقاما منك هما واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية احنا عايزين نستبع التلاتة القائمة بقت صعبة فجأة وبدون اي مقدمات طيب تعال انا اخد قرار مختلف شوي انا حدخل وان دافيجن جول ايه وان دافيجن مسلسل مختلف تجربة مختلفة كان انطلاق حلو جدا لفكرة المسلسلات بتاعت مارفل كان عنده مشاكله بس انا ما شفتش مليون مسلسل فهو بقوله تأكيد من افضل عشر لعبة نيوتن يطلع لعبة نيوتن ترنح جدا قرب النهاية يعني زيرو جامد قدم بعض الافكار الجديدة ما تعلقتش قوي بالدراما بتاعته طرح مقدمات لعدد من الاسرار الحقيقة انا مش مهتم بكشفها تعالوا ناخد قرار جريء ونرقل اول قبل ما نستبع التاني والترقية المرة دي حتكون من نصيب تطور كبير جدا في الموسم التاني انا امبسط وكده بقى فاضل عندنا ثلاثة سبوت كويس منعرف يا جماعنا لو كنت شايف مسلسلات اكتر من كده من الاغلب كتير من الاختيارات دي مش كتير ولا حاجة كان ممكن ما يوصلوش للآيمة الاخيرة بس انا فيه حاجات هتدخل معايا في آيمة افضل عشر افلام لان اللي شاهدته مش كتير كتير بالنسبة للمتوسط العام بتاعي بس بالنسبة لحد بيعمل آيمة افضل عشرة ان يكون القاعدة بتاعتك كلها لبعضها عشرين فدي مش حاجة جامدة قوي يعني انا عارف معترف بذلك كبرة كاي كتير من الصراعات اللي فيه ما بتتحسمش بنتحرك لقدام ببطء زي ما يكون عندنا خمستاشر كارت كوتشينة كل شوان فنطهم تفنيطة مختلفة موسم حلو مقبول استمتعت بحلقتينه الاخيرتين فقط ولن يتحرك معانا لابعد من هذه النقطة كوبرا كايز اوت في الحالة دي المستبعد الاول سيكون لا لوكي مسلسل انا زعلان منه انا شايف انه كان عنده كبير جدا وانا زعلان منه جدا ونكست اوت سيكون زيرو زيرو مسلسل كويس بس القيمة الدرامية تكاد تكون صفر من جوه الترتيب كده واضح لي بشكل قاسم وحد وصالم ان ترو ستوري هو المركز العاشر عاوز ابتدي بترتيب منطقي شوية وبعد كده ابتدي يعدل عليه لان انا مش يعني مش هحط رقم واحد وبعد انا ابتدي يعمله ديموشن يعني كلام مش كلام ناس عقلين ابدا انا متأكد ان المراكز عشرة وتمانية وتسعة هم المسلسلات التلاتة دول بس مش متأكد ان كل واحد فيهم في مركزه متأكد ان ترو ستوري في المركز الاخير المفضلة دلوقتي ما بين لعبة نيوتن وترايبزوف يوروبا مين فيهم في المركز التامن مين فيهم في المركز التاسع عناصر الاكشن والفانتسي وما الى ذلك بما فيها المفاجآت بالامور دي كلها متوفرة في ترايبزوف يوروبا الحلقات الضعيفة في لعبة نيوتن اكتر من ترايبزوف يوروبا بس ده لقى ان حلقات لعبة نيوتن كلها على بعضها اكتر من ترايبزوف يوروبا لعبة نيوتن مسلسل المنتهي ترايبزوف يوروبا لسه في امل ان هو يستكمل الحلقات الاخيرة من لعبة نيوتن كانت محبطة ترايبز افضل سيك انا موافق على هذا الكلام يا جماعة لشان نكون عارفين ان مسلسل رمضاني يدخل عندي في اي ايمة من اي نوع ان شاء الله حتى اي متل اكل اللي عاوز اكل الاسبوع اللي جاي فدا شيء انا انا شخصيا كمستحيل اتوقع هاي. تيد لاسو ولا سكويد جيم? يا انها ري سود على دا سؤال. تيد لاسو ولا سكويد جيم سكويد جيم. تيد لاسو ولا واندافيجن تيد لاسو ولا اركان اركان. تيد لاسو ولا داوتشر. هو داوتشر موجود في مكان غريب قوي اولا ثانيا. الغيمة دي مش مش هتساعدنا. الغيمة موجودة في مكان في ترتيب كده مش اسلم حاجة واتصور ان مكان الموسم التاني من داوتشر اصبح نهائي لا عندنا رحلة الصعود بتاعت لان عندي افضل من واندا افضل من تدل اسوء بس كده برضو نقدر نقول ان المركز السادس هو المركز النهائي لواندا فيجن وتعالوا نقول كمان بالمرة ان المركز الخامس هو المركز التاني للموسم التاني من تدل اسوء الخناء لكلها دلوقتي في الاربعة الكبار هيل باوند هيل باوند ستة حلقات تلاتة وتلاتة قصة واحدة ولكن لسبب ان ما تسعين في المية من الشخصيات بتتحرك وبتغير ما بين القصتين الناراتف ينتصر لهيل باوند على الاربعة تعال نقول هيل باوند حيتظلم عشان الكل مش الكل شافه وهيل باوند واخد مخاطرة كبيرة بالكونسبت ناس كتير اعتبرته لعب عيال هبل يعني اللي هو تعالى نلعب على عناصر الصدمة وخلاص هو مش كده هو خلق صدمة وما بناش عليها كتير كان المهم ان عكستها مش البونة اللي عليها يا محسن الحقيقي مش عارف انا ما وقفتش كده في الافلام في الافلام كانت الدنيا اسهل بالنسبالي مفاضلات ونكسب وخلاص انا مش عارف افاضل ما بين اي كنين في الاربعة هيل باوند مشكلته التمثيل لا هيل باوند نفوش اي مشكلة على مستوى التمثيل نفوش اي مشكلة وتحالي التمثيلية صعبة جدا وتعالى نقول ان طبعا اركين خارج المعادلة دايت لان التكسيد اللي فيه تكسيد صوتي هتتكلم اداء تمثيلي بجد هيل باوند يتفاق على سكويد جيم وميرو في ايستاون يتفاق على الاتنين هيل باوند عنده مشكلة CGI واضحة الاكشن بتاعه صادم ابن اللزين انا كنت عايز اقول الاكشن بتاعه وحش وروح منزل الدنيا الاكشن بتاعه فيه كمية قصوى كمية جرأة على المحتوى اللي هو من الاخر السبب اللي خلاني في قيمة الافلام اقلص من فرص ديون تخليني انتصر لهيل باوند فيه شوية كونفينيينس في تزامن بعض الاحداث فيه شوية كونفينيينس بس هتلاقي نفس المشكلة دي موجودة في اركين اللي بينجو منها الحقيقة هو سكويد جيم وميرو في ايستاون يا جدعان مفضلة صعبة والله مفضلة صعبة كلهم عندهم بعض المشاكل كلهم عندهم حاجات كويسة وعندهم حاجات التانين بتفاقوا فيها بس لو مسكتهم عنصر عنصر مش حلاقي فيه مسلسل متفاق في كل حاجة مير مفيش عشان مير دراماو بس مير مش احسن من أكشن? بلا ماير مش احسن ماير mars مفيش شوية أكشن أحلوين كمان بس مش احسن أكشن مير احسن ميوزك لا احسن ساونتراك لا ليه عشان ما عندوش مير احسن سي جي із لا ليه عشان ما عندوش مير احسن حاجة على مستوى الفلسفة والخرافة لا ليه عشان ما عندوش لا لما نيجي نتكلم بقى على مستوى البروفايلات الكاركترز في اركين مش بس الأفضل هم الأفضل بفرق كبير وفي حتة الكاركترز دات بالتحديد والبروفيالات بتاعتهم هيل باوند ولا حتى العشر هما الكاركترز في هيل باوند ما لهمش أي إيمة الحقيقة أي إيمة صفر إيمة وفي المركز العشر لمجرد أنه ما شفتش حاجات كتير بس يعني لعبة نيوتن سعيد سعيد أنه فيه مسلسل مصري فارد نفسه وكلنا عارفين أنه ممكن يبقى أحسن من كده بحاجات بسيطة مش بحاجات كتيرة لا ممتع لا امبسطت به لا طار تحت الرادار بكل تأكيد في أغلب السنة بس لما جيت أفتكره وفكر فيه لقيتني فكره كويس وده من قياس مهم يا جماعة أنا فيه مسلسلات برجع حاول أفتكر الموسم بتاعها ما لقينيش فكر حاجة أنا كنت فاكر أن أنا شفته أصلا ولما شفته في الليستة لما شفته قدامي في الحاجات اللي احنا عملنا لها مراجعة استعطت تفاصيله بسهولة جدا لقيته حضر في زهن وحقيقي بقيت عايزة أشوف الموسم التاني بتاعه لأني افتكرت النهاية بتاعة الموسم بتاعه دا ويتشر انتصار كبير قوي ما بين الموسم الأول والموسم التاني وكمان مرة مكانته داية بيلعب فيها برضو إنه هو مش من ضمن مسلسلات كتير قوي شفتها وان ديفيجن يا ريت مارفل كانت استمرت على نفس المستوى تيد لاسو ممثل الكوميديا في المركز الخامس أنا مقتنع جدا 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 التطور من الموسم التاني للموسم الأول مش كبير بس موجود الكاركتر بتاعة دلاسو ابتدأ يبقى له لييرز ابتدأ يبقى له وجوه أخرى وده شيء أنا سعيد به جدا هيل باونس كويت جيم أركين مير اتكلمنا فيهم في الخناء اللي كنا بنتخنائها and that's it لو شفت ساكسيشن أوريالو ستونر معادلة كلها تغير أكيد مية في المية لن أجادلك لثانية بس والنبي ما ترجعني تاني للبلوك بتاع أن احنا ندي مقدمات وبعدين نرجع ننساها ولا كأننا تكلمنا فيها أنا عملت قيمة مسلسلات رغم أنه عارف أنه ما متفرجش على مسلسلات كتير سعيد أنه أنا لقيت عندي تقريبا بتاع 20 مسلسل شفتهم فقل ترتب جواهم وانتوا ارتضيتوا كده ترجعوش تغيروا كلامكو والنبي عايزين البوزيز عشان تعملوا قيمتكم نعمل بوزيز إيه بقى عايز بوزيز أرفان كده بصتلها غمزة ما بعرفش حاملها بشكلها غريب نعمل نعمل بوز بيرفكتو خابلة مي المرة دي مش حنكر مارو في إيستاون كان من ساعة ما شفته وأنا حاسس أنه هيكون أفضل مسلسل ممكن أكون شفته السنة كلها ورغم أني شفت بعضه بالفعل بعض المسلسلات وبعض المواسم الجيدة جدا ولكن مفيش حاجة تفوقت عليه في أي لحظة وبناء على تعليمات الناس اللي في الستريم عملنا شوية بوزز زي اللي عملناها في نهاية حلقة الأفلام ياريت تستغلوها تحطوا اختياراتكم تبعتولي على تويتر على إنستجرام وقال في شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيه تشتغلكم الحلقات أول باول تبقوني على فيسبوك تويتر ونيم وإنستجرام وبي باي